أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج إعادة توجيه دعم اللحوم حتى يناير الماضي بلغ 149138 رب أسرة منهم 1246 مسجلين جسد الوزارة أكلت أنه لا توجد أسر حرمت من هذا البرنامج كما لا توجد قوائم انتظار أو تأخير في صرف التعويضة مشيرة لأنه سيتم صرف الدعم للمسجلين الجدد في الدفعة القريبة القادمة حيث يتم صرف الدعم كل ثلاثة أشهر مقدما وقالت الوزارة أن الميزانية المعتمدة للبرنامج بلغت 26 مليون دينار تم صرف 11.882.000 دينار حتى 2016